بسم الله الرحمن الرحيم قلنا الحروف التي ترقق تارا وتفخم تارا هي الألف والام رفض الجلالة والراء وشرحنا بالنسبة لتفخيم الراء وترقيقها اليوم سنأخذ جواز الوجهين يكون للراء جواز الوجهين تفخيما وترقيقا في الحالات التالية أن تكون ساكنة لأجل الوقف وقبلها حرف مفخم قبله كسر طبعا يكون فيه كلمتين فقط اللي هي مصر وقطر مصر وردت لغض مصر فيه غير منونة في القرآن الكريم في أربعة مواضع في الآيات التالية طبعا في سورة يونس ويوسف مرتين والزخرف مرة واحدة من قال أن مصر تفخم قال أن حالتها في الوصل مفتوحة والأمر الآخر أن حرف التفخيم الساكن الذي قبل الراء اللي هو الصاد منع من تأثير الكسرة على الراء أما رأي من قالوا أنها ترقق قال بسبب الوقف العارض فهي تكون ساكن الراء تكون ساكنة ما قبلها ساكن ما قبله مكسور نأخذ مثال وقال الذي اشتراه من مصر طبعا في مصر كلمة مصر التفخيم أولى من الترقيق نقول وقال الذي اشتراه من مصر أو وقال الذي اشتراه من مصر ترقق تارة وتفخم تارة والتفخيم أولى الكلمة الثانية القطر وردت في القرآن الكريم في موضع واحد وأسلنا له عين القطر القطر نرققها أو نفخمها نقول عين القطر طبعا الترقيق أولى من قال أنها ترقق نظر إلى ترقيقها وصلا لأنها مكسورة ولأنها مسبوقة بساكن مسبوك بكسر ومن قال أن كلمة القطر تفخم نظر إليها من ناحية الوقف العارض واعتبر الساكن فاصل الساكن الساكن الطاء اللي هي حرف استعلاء يعتبرها فاصل بينها وبين الكسرة يمنع من تأثيرها فلا ترقق الحالة الثانية أن تكون ساكنة في وسط الكلمة وقبلها كسر أصلي متصل بها وبعدها حرف استعلاء مكسور في نفس الكلمة في لفظ واحد في القرآن الكريم كلمة فرق في موضع واحد في القرآن الكريم طبعا فكان كل فرق كالطوض العظيم سورة الشعراء فنقف عليها فنقول فكان كل فرق ترقيق الراء أو فكان كل فرق فكان كل فرق بتفخيم الراء طبعا من قال أنها ترقق لنظرة إلى حرف الاستعلاء الذي بعدها مكسور فهو في مرتبة ضعيفة وقلنا أن القاف عندما تكون مكسور تكون تفخيم نسبي وهو أدنى مراتب التفخيم من فخمها قال نظرا لوجود حرف الاستعلاء بعد الراء ولم ينظر لكونه مكسور يعني قال من فخمها قال أنه بعد الراء حرف استعلاء لهذا فخمها طبعا الترقيق أو لا من التفخيم في كلمة ثرق حالة ثالثة أن تكون ساكنة لأجل الوقف وبعدها ياء محذوفة تخفيفا أو بناءا في مواضع مخصوصة في القرآن الكريم لا يقاس عليها غيرها المحذوفة تخفيفا في موضعين ونذري ويسري طبعا ونذري مسبوقة بواو في ستة مواضع في سورة القمر الآيات ستة تمنطعش واحد وعشرين تلاتين سبعة وثلاتين تسعة وثلاتين الكلمة الثانية يسري في قوله تعالى والليل إذا يسر والليل إذا يسر طبعا الترقيق هنا أولى والترقيق أولى ونقول ونذري أو وندع هنا نقول يسري أو آسف نقول يسر أو يسر أما المحذوفة بناءا في كلمة أسر سواء قرنة بفاء أو بأن سواء سبقها حرف الفاء كلمة أسر سبقت بفاء أو بأن وردت في خمس مواضع في القرآن الكريم هود الحجر طاها الشعراء والدخان نقول فأسر بأهلك بقطع من الليل عندما نقف عليها نقول فأسر أو فأسر ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر أو أن أسر من قال بالترقيق للكلمات الثلاثة ونذر يسر وأسر نظر للأصل وهو الكسر لأن الكلمات الأخيرة الراء مكسورة وكذلك عند الوصل طبعا حيث في الوصل تكون مرقبة أما من قال بتفخيم الكلمات الثلاثة لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل بل اعتد بالوقف العارض الساكن مع حذف الياء قال ساكن فكلمة نذر ساكنة قبلها ضم نذر عندما نقف عليها تكون ساكن ما قبلها مضمون أما بالنسبة يسر وأسر ساكنة تكون ساكنة عند الوقف وما قبلها مفتوح ملخص القول أن الكلمات السابقة للذكر مصر قطر فرق ونذر يسر وأسر فأسر يجوز فيها التفخيم والترقيق للراء عند الوقف والترقيق أولى إلا في كلمة مصر فالتفخيم أولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر